التحدي الخطير الذي يواجه المغرب والجزائر والليبيا والسعودية وسوريا والعراق والجميع هو الفساد والاستبداد أما ما يسمى بالإرهاب سواء كان واقعيا أو مصطنعا أو خياليا أو صحيحا فهو في الحقيقة نتيجة ليس هو عارض هو مظهر للمرض المرض الحقيقي يكمن في سيطرة أقليات في كافة هذه الدول تحت مبررات متعددة سواء كانت ملكية أو عسكرية جمهورية للسيطرة على هذه الدول التي أصبحت شبه إقطاعية هذه هي المشكلة الكبرى التي نعاني منها